إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها قد عدنا إليكم في نافذة الثانية والتي هي بعنوان الإدارة في ظلال الأدب ضيف النافذة المستشار التربوي التعليمي الأمين العام لجمعية الموسوعة الأستاذ صادق بن عبد الكريم النور أهلا وسهلا بكم مرحبا سيد صادق حياك الله سيد العزيز حيا الله أخونا مشاهدين جميعا سيد صادق أنتم لكم باع في الإدارة وأنتم أديب من الطراز الكبير فيما أحسب الأدب والإدارة تشبه التاجر والشاعر يعني قد نستطيع أن نجمع مثلا بين الهندسة مثلا والإدارة فنقول الهندرة مثلا وعادة اللهيكلات لكن ماذا عن الأدب والإدارة نبدأ في التأسيس الإدارة والأدب في رحابة التأسيس طيب أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على أشرف الأنبياء المسلين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم مبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله مساكم جميعا بكل خير ومسرة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتنا وعمارنا حقيقة الأدب جوهر رسالة الأدب هي المعاني الجوهر الحقيقي حقيقة رسالة الأدب هي المعنى صحيح أنه له قيمة كبيرة موضوع البناء الشكلي لكن القارئ الحصيف القارئ الواعي هو الذي يرى ما خلف النص يرى أن هناك رسائل يبعثها النص والنصوص الأدبية حقيقة أحيانا يكون فيها ما يمكن أن نشميه انفجارات في المعاني يعني أنت تعاني من قضية معينة أو مشكلة معينة ترى في بيت من الشعر كأنه يحكي عنك كأنه يتحدث عن ذاتك كأنه يعطي إضاءة على مشكلتك وقضيتك في هذا اللقاء ربما سأقف مع بعض الأبيات الشعرية نتعملها من هذه الوجهة نبحث عن المعاني التي لها علاقة بعملنا أو بشأن الإدارة وحقيقة اليوم لا تكلم عن الإدارة بمعناها المؤسسي الكامل وإنما تكلم عن ما يمكن أن يعني الموظف المدير القائد منظومة العمل كل من يعمل حقيقة في هذه المجالات ربما لو تأمل بعض الأبيات وبعض المعاني سيجد أنها تعطيه وقودا ودافعا وحماسة حقيقة ما يتعلق بالتأسيس ونحن نعيش الآن في ذكرة تأسيس المملكة العربية السعودية وثلاثة قرون من هذا العهد الزاهر المبارك وهذه الامتداد التاريخي حقيقي العمق التاريخي لهذه الدولة قرأت قصيدة جميلة لشاعر من شعراء الشباب في المملكة اسمه حيدر عبدالله شاعر معروف يقول ما هبت يا وطني عداك وهابوا وأذبت أهلك في هواك فذابوا هرم الزمان على تخومك والفضاء بيض يا وطني وأنت شباب وتمنت الأحقاب لو حطت كما حطت عليك وطارت الأسراب هذه قلوب بني أبيك هذه قلوب بنيك يا وطني وقد فتحت نوافذهن والأبواب وتفجر النبعان سيل مروءة يطمي ونهر أخوة ينساب وعلى ضفافهما نمى ولكن تماغدنا الجميل ويومنا الوثاب يا نبعة الإنسان فيك تصاهرت أرواحنا وتماهت الأنساب وإليك يا وطني انتسبنا كلنا حضر لديك وكلنا أعراب الفجر يا وطني جبينك دلنا فعلى جوارحنا يموج ضباب أنت الذي تبني بنيك سماحة فإذا بناك بنوك طبت وطاب ومتى تحركت المشاعر وارتوى ضمأ البصائر بورك الإنجاب وتبرعم الإنسان فيك فلا الربا تخشى المحول ولا الفلاة يا باب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدم علينا وعلى هذا البلاد وعلى بلاد المسلمين جميعاً الخير والاستقرار والرخاء والسعادة اللهم أمين اللهم أمين الأدب في بيئة العمل بيئة العمل بيئة جادة صارمة قاسية أحياناً ما موقع الأدب في هذه البيئة لعل استاذنا يعني أبدأ من أبيات للشاعر الكبير البارودي البارودي يشير لنا إلى أن العلاقات التي نعيشها مع الناس إذا صحت فيها المودة وصدقت فيها النواية ربما كانت علاقة تفوق علاقة النسب ربما هي جزء من النسب وعلاقة تفوق النسب يعني يا أخي الكريم لأخوة المشاهدين ست أو سبع ساعات أو ثمان ساعات أحياناً في اليوم يلتقي بها الزميل مع زميله ثم تمتد هذه العلاقة سنوات وسنوات ربما مرت عشرين وثلاثين سنة بعض الناس في عهد الزمالة علاقة ربما في مجملها خمسة وثلاثين واربعين ساعة في الأسبوع يلتقي الإنسان بزميل لا تسمح ظروف الحياة اليوم أن يلتقي بها مع القريب من العائلة يقول يا رائد الود قد صادفت منتجعاً بين الجوانح فانزله ولا ترمي أو ليتني منك فضلاً قد ملكت به قلبي فهاك يدي في الود فاحتكمي إن المودة إن صحت غدت نسباً بين الأباعد تغنيهم عن الرحم الله العجيب الحقيقة يا أخي وانا استغرب دائماً أولئك الناس أو ذلك الصف من الناس الذي لا تؤثر فيه سنوات العلاقة والزمال الممتدة يعني ما تصنع سنوات طويلة ممتدة من العلاقة أن تصنع حقيقة يعني حجر أساس متين من العلاقة فربما في أدنى مشكلة يفقد هذه العلاقة ربما لأتفه قضية ينسى كل سنوات الود والحب والعمل والمعاشرة والأزمات والأفراح والإنجازات هذه تحتاج حقيقة إلى الإنسان يعيد فيها نفسه فأنا أقول بيئة العمل بيئة خصبة لبناء علاقات قوية وممتازة صحيح ليس بالضرورة أن تصبح هذه العلاقات علاقات صداقة لكن أنا أقول علاقة الزمالة نفسها علاقة مقدرة يعني اليوم كثير من الناس يطرح يقول يا أخي هذا الزملاء العمل ليسوا أصدقائك وليسوا أصحابك لا بس ليس بالضرورة أن يكونوا الخلص من أصحابك لكن لا يمكن أن تجاه العلاقة امتدت سنوات ست أو سبع ساعات يوميا الإنسان يا أخي الكريم يألف أحيانا طاولة يعيش معها لا أريد أن أقول كلبا يعيش معه ولا قطة في البيت يأنس بها فارق التشبيه لكن أقول يألف المؤمن يألف ويؤلف فالإنسان الذي لا تؤثر فيه السنوات والعلاقات هذه حقيقة ربما يحتاج أن يراجع أشياء كثيرة في سلوكي وفي نفسي وفي عقليتي بلا شك يعني بعض الأنماط غريبة أستاذ صادقي يخبرني أحدهم وقد تقاعد من التعليم يقول في آخر يوم من أيام العمل خرشت من المدرسة يقول قبل أن أصل إلى السيارة خرشت من المجموعة التي في الواتس أب مثلا للزملاء المعلمين وحذفت أرقام فلان وفلان وفلان فاستغربت يعني لماذا قال يا أخي مرحلة وانتهت وانتظر ما بعدها يعني هذا واضح أنه يحتاج إلى طبيب نفسي هذا واضح أنه يحتاج إلى علاج نفسي تلديك مشكلة أخرى وستذهب إلى دوائر النسيان في المستقبل الناس يا أخي كما تنساهم وتتساهل في قيمة علاقتك معهم وما يظن يفعلون ذلك ولذلك كثير من الناس وهذا ربما لا أريد أن نسبق المراحل فنأتي إلى ختام هذا الحلقة الناس في نهاية المطاف يذهبون بعضهم إلى لا أريد أن أقول إلى مدافن النسيان يبحث ويقلب التاريخ الحافل من سنوات العمل فلا يكاد يظهر له صديق أو زميل أو علاقة ويذهب ربما إلى الأماكن التي كان يعمل فيها لا يجد التلحيب ولا التقدير ولا المحبة ولا 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 لماذا هذا صنع يديك حقيقة في نهاية المطاف جميل الأذيب الكبير الشاعر سيد صادق جرفتم العمل كإداري في القطاع الحكومي وفي القطاع غير الربحي نريد أن نستمر في الحديث عن تلك الأخلاقيات في بيئة العمل جميل أولا لعلي أصدر هذا القضية أخلاقيات العمل ليس بأبيات شعرية ولكنها برسالة كتبها سالم بن عبد الله بن عمر ما الخلق الذي ستتحدث عنه هنا سأتحدث هنا عن حسن القصط والنية جميل سالم بن عبد الله بن عمر أرسل لعمر بن عبد العزيز رسالة حينما ولي الخلافة وهي رسالة تصلح لكل مسؤول ربما يتقلد منصبا أو موقعا صغر أم كبر يقول هذا الإمام العظيم الجليل يقول فإن نويت الحق وأردته أعانك الله عليه وأتاح لك عمالا اليوم نسميهم فرق فرق العمل أتاحهم لك يسرهم لك أعانك عليهم وأتاك بهم من حيث لا تحتسب فإن عون الله على قدر النية فمن تمت نيته في الخير تم عون الله له ومن قصرت نيته قصر من العون بقدر ما قصر منه والسلام الله رسالة حقيقة تتضمن بالفعل أنني على سبيل عملي كموظف أو كمسؤول أو كمدير إذا كان القصد وتوجيه القصد والنية الصالحة إلى نفع البلاد والعباد إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخدمة الناس لأنني في نهاية المطاف أجير أنا أجير لدى الدولة تدفع لراتب مقابل هذه الخدمة وإن كان على المنصب والموقع والمسمى الوظيفي لكن في النهاية أنت أجير بل ربما كلما زادت القيمة والمنصب كبرا وحجما زادت المسؤولية والأمانة لذلك فإذا حقيق المسؤول أخلص النية لله سبحانه وتعالى صاحبه التوفيق والعون والمدد الإلهي والتيسير وهيأ له من فرق العمل أيضا من ينحى هذا النحو ويعينه على المقصود وعلى المطلوب الذي يسعى إليه لو تأمل الموظف والمسؤول أيضا ماذا سيترك في عمله؟ يعني هذه الرسالة أنا توظفت الآن عينت اليوم بقرار مسؤول في المكان الفلاني أو في الجهة الفلانية ينبغي من أول يوم أعمل فيه لابد أن أتأكد وأتذكر ما هو الأثر الذي سأتركه هذا النية الصالحة هي التي تدفع الإنسان إلى مثل هذا يعطى الإنسان على نيته ما لا يعطى على عمل لذلك ربما تضع أجندة كبيرة وخطة استراتيجية طويلة وفيها كثير من الخير والإنجاز ولا تستطيع أن تكملها إعفاء لتغيير موقعك الوظيفي النواية الصالحة يكتب الله سبحانه وتعالى لك وجور هذه المشاريع والبرامج والمبادرات حتى ولم تشارك فيها بنفسك جميل إذن ننتقل إلى خلق آخر في بيئة العمل حقيقة من الأخلاق الجميلة في بيئة العمل خلق الترفع جميل والشمخ يقول الكوميت وما أنا بالنكس الدني ولا الذي إذا صد عنه ذو المودة يقرب ولكنه إن دام دمت وإن يكن له مذهب عني فلي عنه مذهب ألا إن خير الود ود تطوعت به النفس لا ود أتى وهو متعب يا أخي ما أجمل هذا المسؤول أو الموظف الذي يترفع يترفع ون عن الدناية هو لا يقبل في حياته العملية أن يصل إلى مستوى المشاغبات والمناكفات والتوافه والقيل والقال وكذا يتنزه عن التافهين فلا يجمع لدي حوله أو لا يقبل أن يكون كل من حوله مثلا هم جوقة لأنك أنت يقولون إذا أردت أن تجمع حولك الجماهير هذه تصلح أنك تكون مثلا قائد فرقة في رياضة أو كذا مع تقديري للمهنة لكن في النهاية هذه وظائف الناس التي تجمعهم عشان يطبلون ويفعلون وكذا أما في فروق العمل فأنت ينبغي أن تجمع حولك الأبطال الرجال الذين ينجزون ويعملون فيترفع الإنسان حقيقة أن ينزل إلى مستوى الدناية يترفع عن المكاسب الدنيئة أنا جئت لأخدم الوظيفة العامة لا لأن تخدمني أنا جئت لأقدم للناس لا لأجل أن بحكم موصبي أو موقعي أنا أتربح واستفيد هذه المعاني حقيقة في الترفع والشموخ تضفي على حياة الإنسان وعمله قدرا من القيمة يقول البردوني يقول ولو أخرت رجلي خطاها قطعتها الله الله شوف الشموخ وعزة النفس والارتفاع والارتقاء وألقيت في كف الرياح قيادي فلا مهجتي مني إذا راعه الشقى ولا الرأس مني إن حنته عوادي الله أكرر ولا الروح مني إن تباكت وإي شكى فؤادي أساه فهو ليس فؤادي هو العمر ميدان الصراعي وهل ترى فتن شق ميدانا بغير صراعي الله أكرر من الكوارث الكبرى يا أستاذ عبد العزيز والمشاهدين الكرام أن في بيئات العمل أحيانا يشبه هناك وظيفة موجودة الآن في بعض الدول يسمونها الندابة الندابة هذه النائحة المستاجرة يجبوها عشان تلطم وتبكي وتفجع الآخرين على هذا البكاء أحيانا حينما يتعامل الإنسان في بيئة العمل مع الندابين ما تجلس معه إلا ويقول لك حالة من الانكسار والأسى والفوضى والشكوى وهذا قال وهذا فعل وهذا ترك هؤلاء يا أخي يحبطونك يفقدونك شغفك يفقدونك في العمل فترفع خلق الترفع الشموخ حقيقة عن مثل هذه الأخلاقيات يقدم لنا موظفا أو مديرا رجلا قويا شهما مبادرا يستحق حقيقة أن يعمل وسيقدم لكن التفرغ للشكوى والندب ولطم الحظ والتسخط هذا لا يقدم أبدا أي خير ربما أستاذنا الكريم لأنها هي الدائرة الأسهل والأبسط أبسط شيء أو أسهل شيء أن تعيش دور المظلوم مثلا الضحية الضحية بالضبط بينما القضية الأهم والأصعب هو أن تحمل الراية وتنطلق إلى الأمام وتعد فريق وتنجح هذه قضايا ربما لا يستيعها إلا أفراد من الناس صحيح ما زال الحديث مع فضيلتكم حول أخلاقيات في بيئة العمل يقول المتنمس الضبعي يقول وإصلاح القليل يزيد فيه ولا يبقى الكثير مع الفساد يعني عرب الجاهلية أدركوا خطورة الفساد جميل عرب الجاهلية أدركوا أن القليل الموارد ولو كانت قليلة والأمر ولو كان يسيرا لكن إصلاح هذا القليل يزيد فيه وهو ما يسميه اليوم ربما الاستدامة تحقق قدرا من الاستدامة بالإصلاح ولو كانت حتى الموارد قليلة وشحيحة ولا يبقى الكثير مع الفساد الفساد واليوم حينما يروج مصطلح النزاهة والحوكمة في بيئات العمل ومؤسسة العمل هي هذه الدعوة القديمة حقيقة لإصلاح الفساد والمعوج ومحاولة السعي في إيجاد قيم في العمل وأخلاقيات في العمل وسلوكيات في العمل تحفظ المال تحفظ الممتلكات تحفظ الموارد تحفظ الاتجاه لأن الفساد يغير حتى الوجهة الفساد للأسف يغير حتى الوجهة فالقائد هو مسؤول حقيقة عن مصفوفة القيم في هذه المؤسسة وربما لو ترك كل الأدوار الأخرى واستأثر بمهمة حفاظ منظومة القيم في المؤسسة لكان كفى به من دور يقوم به أي قائد جميل الحديث عن النزاهة في أدبيات القرون السابقة حديث حاضر بقوة أذكر أحد السلم من العلماء لأن الكبار نسيت اسمه الآن يقول ذهبت أنا وصاحب لي من العلماء يقول ذهبنا إلى بزاز لنشتري القماش يقول فلما بدأنا المماكسة تدخل أحدهم وقال خفض السعر للشيخ يقول فانصرف عن ذلك وقال إنما جئنا لنشتري بدراهمنا لا بديننا أنا أتيت عميل ما أتيت عالم ولا شيخ يعني يوسع له وإلى آخره السلام أبوالرزيز قبل أن ننتقل إلى خلق آخر عين الأستاذ بهيج تقي الدين وزيرا للداخلية في لبنان هذا عام 1974 فأخوه أرسل له رسالة لطيفة في غاية اللطف يقول له أخي بهيج أمد الله في عمري هذه الرسالة كتبها أو نقلها الأستاذ الكبير الأديب سمير عطالله يقول أخي بهيج أمد الله في عمري علمت بأنك قد أصبحت وزيرا وهذا شرف كبير لعائلتنا ومنطقتنا لكنني أحب أن أذكرك بأننا عندما كنا صغارا نتسابق للنوم في فراش أبينا رحمه الله وتذكر أن الوالد كان يشتم رائحة أيدينا ليتأكد أنها نظيفة وأننا غسلنا أيدينا بعد الطعام لكي يسمح لنا بالنوم إلى جواره و الآن يرقد أبونا تحت السنديانة تحت تلك الشجرة و لا شك أننا سوف نرقد معه فاحرص يا أخي أن تكون يدك نظيفة حين ترقد معه يعني يذكر بالفعل بما كان في الصغر أبوك يحافظ على نظافة يدك الآن أنت توليت مسؤولية كبيرة حافظ عليها لأنه لن يسمح لك أن ترقد بجواره إلا أن تكون نظيفا طاهرة الأردان جميل الكرسي أستاذ صادق وأبهته سواء كان يعني من أعلى المنصب في الوزارة مثلا معينة إلى أقل أحد كل يرى كرسيه يعني ذا مكانة وذا أبهة يقودنا للحديث عن التواضع في الوظيفة في الإدارة الأدب أين يلتقي مع هذه القيمة جميل حقيقة يعني الدعوات للتواضع في أدبنا العربي حقيقة أكثر من أن تحصوك الله يقول أحد الشعراء وهذا من الأبيات الدارج الشهيرة يقول تواضع تكون كالنجم لا حل ناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع تواضع حقيقة يا أخي يعني تعجبني كلمة لأحد الفضلاء يقول من الذي يتواضع يتواضع العلماء يتواضع الأمراء يتواضع الوجهاء يتواضع القاد الكبار يتواضع أصحاب الذين لديهم ما يسمح أن يترفع لكننا نحن الضعفاء الإنسان تولى مسؤولية بسيطة يعمل في أي مكان المسؤول اليوم تعين وغدا تعفى على ماذا تترفع ما هو الداعي لأن تتكبر على الناس فيقول هنا لا نقول تواضع نقول يا أخي اعرف قدر نفسك لا تتضخم لا تضخم بذاتك لا سيما وأنت وأنا والجميع يعرف أن هذه الكراسي التي نجلس عليها مهما صغرت دوارة لو دامت لغيرك ما وصلت إليك وأنك يعني لا تكاد تجد أحدا استمر في منصب أو في موقع أو في مسؤولية بل ربما يكون في أرفع الدرجات والمرافع اليوم وغدا تتغير الوزارة تتغير المسؤولية تتغير المناصب تتغير كذا وإذا هو يعود بدل أن كان لديه جيش يعمل معه إلى إنسان ربما ليس لديه غدا إلا مسؤولية أولاد يذهبون إلى المدارس أو يعودون من المدارس ثم يتحول ربما إلى مراجع يبحث عن الخدمة ربما حتى عاد إلى أصحابه وأصدقائه يبحث عن خدمة هنا أو هناك تواضع يا أخي لزملائك يعني بعض الناس يشمخ حقيقة شموقة غير مقبول حتى في بيئات العمل حتى مع زملائه يعني يشعر أن بينه وبينه حتى درجة عالية بينه وبين هذا المراجع هذا المراجع أنت موجود لخدمتي حقيقة لو فهمنا الأدوار الحقيقية هو صاحب الفضل الفضل هو صاحب المكانة أنا من وضعت لأخدم هذا المراجع وهذا الموظف فعلى ما ترفع وعلى ما يعني الإنسان كما يقول أن يكبر راسه هذا حقيقة من الأشياء المهمة يقول أدهم الشرقاوي يقول الذين خلدهم التاريخ فوق صفحاته والذين سقطوا منه سهوا أو عمدا كان حظهم من الجغرافيا مترين من تراب الله أكبر هذه نهاية المطاف أكابر الناس الملوك بن الملوك المسؤولين أصحاب المعالي أصحاب السمو أصحاب السعادة أصحاب الفضيلة لا يظل أحد في وجه هذه الأرض فمهما بلغ الإنسان من رتبة ترى النهاية مترين مترين من تراب ماذا بقي لنا في هذه المتراب بقي أيضا معلش قبل أن ننتقل إليها إذا كان بقي معنا وقت البارود أيضا نعود إليه يقول استكمالا لما يتعلق بالتواضع يقول منحتك ألقاب العلا فادعني باسمي فما تخفض الألقاب حرا ولا تسمي الله اللقب يزول ليس مهما تأمل إلى الدنيا بعين بصيرة لعلك ترضى بالقليل من القسم أنتقل إلى خلق آخر وهو خلق المبادرة الإقدام الشجاعة هذه كلها ترى وإن كانت صحيح لكل واحد منها ربما وصف لكنها هي أخلاق تدفع الإنسان إلى التقدم إلى الأمام إلى العمل تقول أمل السهلاوي وحين يقول يقال تعلمت ماذا أقول تعلمت أن لا أخاف تعلمت أن لا أخاف وأن السنين بأثقالهن خفاف خفاف تعلمت أن الغيوم ستهمي بقدر الجفاف وأن ألذ الأماكن في الكون كانت حواف وإني أحب بلوغ الحواف الله حقيقة الإقدام المبادرة الشجاعة الانطلاق في بيئة العمل حقيقة من الأخلاق الجميلة التي ينبغي للقائد والمسؤول والموظف أن يسعى إليها تعالي أخي لترى في بيئات العمل أولئك الذين يخافون من كل فكرة جديدة ليش؟ لأنها ستصطدم بقدراتها أحيانا أو كما يتوقع يعادي أصحاب الأفكار يقاوم التغيير يقاوم التغيير بشدة لأنه يخاف من تبعاته تبعاته ثمراته يحارب كل ناجح لأنه يعتبر أنه أي واحد ناجح في مشرق الأرض المغربية مهددا له وهذا غير صحيح فحقيقة من الأخلاق المهمة والجميلة لدى القائد أن يرتاد أفاق جديدة في العمل على الأشياء إذا أردنا لها أن تبقى أن تتغير الإدارة سيد صادق يوشك أن يغادر مقعده طال الزمان أو قصر ما الذي سيبقى يبقى يا حبيب الغالي وصديق العزيز يبقى الأثر يبقى أنك مهما بلغ موقعك لن تخرج إلا بحسن الجميل وحسن الأثر يقول أبو تمام يمدح تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أن تسائله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله كم من مسؤول عملنا معه وحينما نجلس في مجالسنا نتذكر تلك المواقف والمبادرات والجمائل هو يقول في النهاية إذا حال حول لم يكن في دياره من المال إلا ذكره وجمائله لا يبقى والله إلا حسناتك التي طوقت بها لقاب الرجال لن يدوم إلا أفكارك الجميلة التي فتحت آفاق العمل بها أما حقيقة حالات التشنج الوظيفي وحالات القسوة والشدة والغلظة وإغلاق الموارد هذه ستخرج ببعض الأرباح العاجلة لكن للأسف ستخرج بأسوأ ما يمكن أن يخرج به مسؤول من مكانه وهو الذكر والذكر السيء والذكر الإنساني عمر الثاني وكما قال شوقي شكرا لكم سعادة الأستاذ صادق بن عبد الكريم النور الأمين العام لمؤسسة الموسوعة الاستشاري والخبير التعليمي والتربوي كان حديثا ماتعا سعادكم الله سعبد العزيز وسعبد لكم المشاهدين الحديث ذو شجون معكم جزاكم الله خير شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام كان الحديث مع الأستاذ صادق حول الإدارة في ظلال الأدب شكرا لفريق العمل الرائع في هذا البرنامج إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة استدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء منها في الدروب ضياء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر